يستمر شد الحبال بين أمريكا وإيران وسط منطقة مشتعلة بالنيران إحدى أهم البقع الملتهبة فيها العراق حيث يتدافع الطرفان على بسط النفوذ الكامل فيه بعد حقبة من التخادم والسير بشكل متوازي إلا أن وقت التقاطع قد حن الخارجية الأمريكية دخلت على خط التصريحات الرائجة عن التعاون الوثيق بين طهران وبغداد فقالت إن تلك الأحاديث تنافي الأهداف الإيرانية الحقيقية وهي تقويض السيادة العراقية على حد تعبير الخارجية الأمريكية مؤكدة أن الولايات المتحدة تواصل مناقشة العقوبات المفروضة على إيران مع الحكومة في بغداد المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران براين هوك حذر من خطورة النظام المصرفي الإيراني على العراق واصفا إياه بالأسود وغير الشفاف كما رجح هوك امتثال الحكومة في بغداد للعقوبات الأمريكية على إيران لأن الأمر من مصلحتها تهديد هوك المبطن يقابله التباهن إيراني بالعلاقة مع العراق على لسان السفير إيريج مسجدي الذي أكد أن العلاقة بين البلدين ستتنامى على كل الأصعدة وستكون مثالا للعلاقات الناجحة بين الجيران مؤكدا أن العراق لن يجد صديقا كإيران وبصرف النظر عن واقعية الصداقة بين العراق وإيران التي تتجلى بقطعها الأنهور عن العراق وتفشي المخدرات في البلاد عبر حدودها فضلا عن تغول ميليشياتها بكل مفاصل الدولة العراقية فإن حديث مسجدي عده كثيرون إبرازا للعضلات لا سيما أنه تساءل عن وجود القواعد الأمريكية في البلاد وتلك بحد ذاتها تناقض احترام الطرفين لسيادة العراق حديث مسجدي وهوك لا يحتمل الخروج بحسب محللين إلا لأمرين الأول أن يستمر الصراع الأمريكي الإيراني على العراق حبيس التصريحات النارية والتهديدات المتبادلة أما الثاني فربما تعجز إيران عن كبح جماح إحدى أدواتها في العراق فتكون شرارة نار لن يحترق أحد بها كما العراق